موسيقى التسعى بتوقيت العصيمة طار ابنس اهلا بكم الى هذه النشرة من ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين اربعة قتلى وثمانية جرحى في اشتباكات مع ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقتين البغلى وبوغرين والتنظيم يعظم شخصين ويقبض على احد حكماء مدينة سرد شورى بنغازي يؤكد اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة في منطقة الجوارشة بين قواته وقوات السعقى بعد محاولتها التقدم يوم امس وصول الميناء العائم غزة الى موقعه بحقل البوري امس بعد رحلة بحرية طويلة لحل محل الخزان العائم القديم سلوك اهلا بكم الى التفاصيل لا افد المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة التي شكلها الماجلس الرئاسي محمد الغسري في نشرة سابقة ان الاشتباكات التي شهدتها محاور القتال يوم امس واليوم ادت الى استشهاد اربعة اشخاص تابعين للغرف موضحا ان عملية البنيان المرصوص ستشرع في دخول مرحلتيها الثانية والثالثة القوات بيد الله تعالى تجاهز العملية المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة نعمل ونرغب ونريد ان لا تكون هناك قوات ليبيا نشتبط معها بامام حتى تقدمنا لا نرغب الاشتباك مع قوات ليبيا نتقدمنا احنا مهمتنا بحاربة داعش السرطان الذي توغل في ليبيا نعمل من كل الشرفاء الليبيين ان يلتحموا بهذه العملية للخضاء على داعش في سياق متصل اكد عضو اللجنة العالمية بغرفة العمليات المشتركة التي شكلها المجلس الرئاسي ابو بكر مصطفى ان غرفة عمليات الطوارئ في القوات الجوية نفذت ست غرات جوية مساء امس استهدفت مركزات ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة البغلة بالتنسيق مع قوات عملية البنيان المرصوص للسيطرة على البوابة كما اوضح مصطفى لقناة ليبيا لكل الاحرار ان باقي المحاول القتالية شهدت هدوءا يوم امس ونوها الى ان قوات عملية البنيان المرصوص مازالت تعاني من الالغام الارضية حيث انفجر لغم اخر مساء امس في منطقة ابو غرين قائلا ان هذا الانفجار اسفر عن سقوط شهداء وجرحا من جانبه افاد مدير مكتب الاعلام بالقوات الثالثة محمد جليوان بسقوط شهدين اثنين بينهما وزير العمل الاسبق محمد سوالم واصابة اربعة جرحة في القوات المشتركة المنطلقة من الجفرة بعد اشتباكات مع ما يعرف بتنظيم الدولة قرب وادي اللود واضف جليوان لقناة ليبيا لكل الاحرار ان القوات المشتركة رصدت مجموعات من التنظيم في منطقة بونجيم موضحا ان هذه المجموعات تحاول قطع طريق بين المنطقة الغربية والجنوب الليبي لمنع اتحاد القوات المشتركة من الجفرة بالقوات التابعة لغرفة عمليات المجلس الرئاسية مشيرا الى ان الوضع الميداني مستقر حاليا هذا وقد اكد مدير مكتب الاعلام بالقوات الثانية محمد جليوان استمرار الاشتباكات اليوم بين القوات الثالثة وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة على امتداد طريق وادي اللود مشيرا الى ضرورة وضع ترسانة عسكرية على طريق وادي اللود لقطع الامدادات التي يتحصل عليها التنظيم من المنطقة الجنوبية ما يحدث في الجنوب الكثير لا يعرف طريق اللود ما تتعني للدواش وما تتعني لنها ايضا ما تتعني للدواش هو قطع الطريق حتى يستطيع الدواش التواغل في مناطق الغرب مثل بلوليد ويستطيع الاتفاف على طرف السهادة السبب الذي جعل القوة المشتركة تذهب لهذه الطريق لفتح هذه الطريق هو وضع ترسانة عسكرية في هذه الطريق الى ذلك رصدت طلائع قوات البنيان المرصوص عشرات الجثث والاليات المحترقة في الاودية جنوب شرق بوغرين وذلك بعد غرات وصفتها عملية البنيان المرصوص في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالناجحة والتي كبدت فيها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة خسائر فادحة صرح مدير المكتب الاعلامي في مستشفى مصرات المركزي عبدالعزيز عيسى بسقوط قتيلين اثنين واربعة جرح اثر انفجار لغم ارضي في مواجهات منطقة ابوغرين بين قوات عملية البنيان المرصوص وما يعرف بتنظيم الدولة اضح عيسى لقناة ليبيا لكل الاحرار ان حالة الجرح مستقرة وقد تلقوا العلاج في المستشفى وبحسب عيسى فان شحنة من مستلزمات طبية قد وصلت يوم امس قادمة من منظمة الاغاثة التركية قام وفد من اعضاء المجلس الاعلى للدولة بزيارة مدينة مصرات لتقديم واجب العزاء الى اسر الشهداء الذين سقطوا في المواجهات ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة اضح اعضاء المجلس ان مصرات لم تتسلم اي دعم حتى الان من قبل اي جاهة رسمية لفتين الى ان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لم يدعم جبهات القتال حسب قولهم اضاف الاعضاء ان هذه المعركة هي معركة ليبيا بالكامل مشيرين الى ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة للقضاء على ما يعرف بتنظيم الدولة جئنا نمثل المجلس الاعلى للدولة عدد من اعضاء المجلس الاعلى للدولة جئنا نمثل اخواننا اعضاء المجلس في المشاطرة اهل مصرات العزاء في الشهداء الابرار الذين ارتفعوا وهم يواجهون تنظيم الدولة ومن وراء تنظيم الدولة يواجهون الثورة المضادة بالتأكيد كل هذه الاسر نالت وسام شرف سيتوارث هذا الوسام سيتوارثونه ابنائهم جيلا بعد جيل الى مدينة سرط حيث افاد رئيس المجلس البلدي المكلف من قبل حكومة الازمة هناك مختار المعداني بان ما يعرف بتنظيم الدولة اعدم شخصين اثنين في المدينة احدهما ضابط عسكري دون معرفة اسباب الحادثة واضاف المعداني ان عناصر التنظيم القت القبض على احد حكماء مدينة سرط وهو عبدالسلام العباني مشيرا الى ان التنظيم اغلق مقراته في المدينة في سياق اخر وصف المعداني الوضع الانساني والصحي لاهالي سرط بالمزري قائلا ان مائة وخمسة وسبعين نازحا من سرط يعانون حالة حرجة نتيجة اصابتهم بمرض فشل الكلة وعدم تمكنهم من اجراء عمليات الغسيل لنقص الامكانيات ونبقى في سرط ايضا حيث وزع المجلس البلدي بالتعاون مع جمعية اهالي سرط مساعدات انسانية على الف وستمائة وخمسين عائلة نازحة في المنطقة الغربية اضح رئيس المجلس المكلف من قبل حكومة الازمة مختار المعداني لقناة ليبيا لكل الاحرار ان المساعدات شاملت مواد غذائية وقد وصلت الى الف وخمسين عائلة نازحة في مصرات وثلاثمائة عائلة اخرى نازحة في الخمس كما وصلت المساعدات ايضا الى ثلاثمائة عائلة نازحة في بني وليد اتفق عميد بلد سرط تابع لحكومة الازمة مختار المعداني مع مديرة مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي على افتتاح فروع لمستشفى ابن سين التعليمي في سرط بمناطق الجفرة وطبرق وجسر خيار وقال المعداني في اتصال مع قناة ليبيا لكل الاحرار ان الاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بشأن افتتاح اقسام لغسيل الكلة جاء نتيجة عدم قدرة ما يقرب من مائة وخمسة وسبعين مريضا نازحا على اجراء عمليات الغسيل بانتظام وتضمن الاتفاق كذلك تقديم خدمات للأسر النازحة من مدينة سرط طلبت جماعة الاخوان المسلمين الليبية كل جهات الدولة بالوقوف مع قوات الجيش الليبي والثوار في محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرط وذلك من خلال دعمهم وتوفير ما يحتاجون اكدت الجماعة في بيان لها ضرورة الوقوف في محاربة مشروع الانهاب والانقلاب باعتبارهما وجهان لمشروع مشبوه وفق البيان الى مدينة بنغازي حيث اكد مصدر بمجلس شورى بنغازي اندلاع اشتباكات في منطقة الجوارشا بين قوات المجلس وقوات الساعقة بعد محاولة تقدم يوم امس اوضح المصدر نفسه ان اسلحة ثقيلة ومتوسطة استخدمت في هذه الاشتباكات الى جانب تنفيذ طائرة تابعة لقوات عملية الكرامة لقصف عشوائي ما ادى الى الحاق اضرار بلغة بالمنازل في منطقتين بوسنيب وجنفودة افد مركز بنغازي الطبي بسقوط قذيفة ظهر السبت في المنطقة المحيطة بالمركز دون ان تصفر عن وقوع اية خسائر في الارواح وكان مركز بنغازي الطبي قد استقبل يوم الخميس الماضي ثلاثة قتلى وعددا من الجرحة جراء سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من محيطه هذا وقد قال مكتب الاعلام والتوثيق بجهاز الحرس البلدي بنغازي ان جهاز الحرس وزع عشرين الف كيس من الدقيق على مخابز المدينة اوضح مكتب الاعلام والتوثيق بجهاز الحرس ان التوزيع تم تحت اشراف نقابة الخبزين ورقابة على الاغذية مع مسؤول صرف الدقيق على المخابز في بنغازي حيث تحصل كل مخبز على حصته المخصصة له نفى الناطق باسم جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى علي الحاسي وقوع اية خسائر ووقوع اية اشتباكات حول بوابة زويتين مؤكدا ان البوابة والميناء تحت سيطرة قواتهم اكد الحاسي لقناة ليبيا لكل الاحرار ان قوات حرس المنشآت النفطية تتمركز في البوابة 110 جنوب البريغا التي تعتبر الشريان الرابطة بين حقول الحطبية واللهيب وزلطن والساحل والرقوبة والاستقلال والتي تنتج الغازة لتغذية محطات توليد الكهرباء محذرا اي قوات خارج شرعية المجلس الرئاسي من المساس بمقدرات الشعب الليبي وفق تعبيره يعقد الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماع لمجلس خارجية الاتحاد الاوروبي برئاسة الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الامنية بالاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني وذلك لبحث الاوضاع في ليبيا اوضحت الخارجية الفرنسية على موقعها الرسمية ان اجتماع بروكسل سيبحث امكانية تمديد مهام العملية البحرية الاوروبية لصوفيا لمكافحة المهربين في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية وامكانية مشاركتها في تدريب قوات خفر السواحل الليبية ومرقبة تنفيذ حضر الاسلحة الذي فرضه مجلس الامن الدولي على ليبيا قال نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيك انهم مصرون على حصول حكومة الوفاق على ثقة مجلس نواب الا ان ذلك لا ينفي ان المجلس الرئاسي هو السلطة العليا وقد اصبح ذلك نافذا بمجرد التوقيع على الاتفاق السياسي اضف معيتيك في مقابلة مع صحيفة الاهرام المصرية ان المجلس الرئاسي لا يحتاج الى تصديق اخر وهو يمثل ليبيا ويستطيع ويستمر في قيادة البلد مشيرا الى انهم في انتظار ان يلتائم مجلس النواب لمنح الثقة واكد معيتيك على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية في ليبيا من خلال دعم كل المؤسسات العسكرية الموجودة في كل انحاء البلاد في شأن اخر اكد الوزير الجزائري للشؤون المغربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل ان الجزائر وبريطانيا تتقسمان الرؤى نفسها بخصوص الدور الذي يجب على المجلس الرئاسي اللي اطلع به باعتباره الممثلة الوحيدة للشعب الليبي وشدد مساهل على هامش اشغال الاجتماع السادس للشراكة الاستراتيجية الجزائرية البريطانية على ضرورة تعزيز دور المجلس الرئاسي قائلا ان اعضاء الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ودول جوار ليبيا تدعم حكومة الوفاق الوطني واكد مساهل على ضرورة عودة الاستقرار الى ليبيا مشيرا الى ان غيابه قد يهدد المنطقة باكملها على حد تعبيره وصل الميناء العائم غزة الى موقعه بحقل البور يوم امس بعد رحلة بحرية طويلة بدأت منذ السابع من مارس الماضي لحل محل الخزان العائم القديم سلوك وتبلغ سعة الميناء العائم غزة حوالي المليون ونصف المليون برميل خام وقد بدأ رحلته من حوض بناء السفن في جينهاي الصينية مرورا بالمحيط الهندي والبحر الاحمر وصولا الى البحر الابيض المتوسط هذا وقت قال الباحث الاقتصادي حمد حرويس في مدخلة سابقة ان وصول الميناء العائم غزة يعتبر من نتائج مذكرة المبادئ التي وقعت بين مؤسستي النفط في الشرق والغرب مشيرا الى ان هذه الخطوة ستجنب الاقتصاد الليبي الكثير من المخاطر بحسب تعبيره تجنب كثير من الاضرار والمخاطر التي يمر بها الاقتصاد الليبي خصوة من النزمة المالية وكذلك الحد من عز النزانية العامة للدولة بالإضافة الى التقليل من اجتماد على السحب من احتياط مصر في ليبيا المركزي بالإضافة الى تجنب تأثيرات السلبية التي تمر على سعار فرس الدينار الليبي في هذه المرحلة ربما يعتبر هذا نوع من نعاش بسيط الاقتصاد الليبي لان يقدم اجتماد كله على تفضير النفط وعلى العملة الصعبة نواصل تقديم هذه النشرة من ليبيا لكل الاحرار وفيها بعض الفاصل طالبات ليبيا بالجامعة الالمانية في الاردن تبتكر عصاً الكترونية تساعد المكفوفين على المشي اربعة ختلة وثمانية جرحة في اشتباكات مع ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقتين البغلا وبوغرين والتنظيم يعظم شخصين ويقبض على احد حكماء مدينة سرط شورى بنغازي يؤكد اندلاع اشتباكات بالاسحة الثقيلة والمتوسطة في منطقة الجوارشة بين قواته وقوات السعقاء بعد محاولتها التقدم يوم امس وصول الميناء العائم غزة الى موقعه بحقل البوري امس بعد رحلة بحرية طويلة ليحل محل الخزان العائم القديم سرطي اهلا بكم من جديد قال عضو المجلس البلدي غباري احمد مرتضى ان الوضع الامني في المدينة مستقر مشيرا الى بدء عودة عدد من النزحين بعد ان انهى ابناؤهم دراستهم في المدن التي نزحوا اليها اضف مرتضى لقناة ليبيا لكل الاحرار ان عددا من المحلات فتحت ابوابها بالمدينة بعد اغلاق دام قرابة العام مشيرا الى ان بلد المدينة ينتظر ما ستقدمه حكومة الوفاق في اطار اعادة اعمار المدينة وذلك بعد الاجتماع الذي عقده المجلس الرئاسي مع وفد من الجنوب الشهر الماضي سير بعض اهالي مدينة درناق قافلة اغاثة من طرابلس الى نزحي مدينة سرط بمدينة بني وليد تحت شعار حملة اهالي درنا المتعافية لنزحي سرط الجريحة تحتوي اغضية وبعض المواد الغذائية لتخفيف من معاناة الاسر النازحة الرسالة اني بنواجهها انه ليبيا واحدة وضنية غارب شارك ليبيا كلها كجسة الواحد نشتكى منه عضو تدعى له باقي الجسد بالصار والحمة الهدف منها انه واحدة الوطن ونحن اللي يصير على اخوتنا في سرط وفي اي مدينة في ليبيا نحن يصير على نحن في شأن اخر حذر المركز الوطني للارصاد الجوية من تكون صحب رعدية متوقعة ابتداء من اليوم حتى غد الاثنين على مناطق جنوب غرب البلاد لسيما مدناغات وسبها والقطرون ووباري والمناطق المجاورة لها وتوقع مدير ادارة التنبؤات في المركز الوطني للارصاد الجوية محمد الشامس احتمال سقوط امطار قد تكون غزيرة وقد تتسبب في جريان بعض الاودية وتأثر البيوت القديمة وارجع شامس احتمال جريان الاودية الى طبيعة المنطقة الصحروية المفتوحة هناك هذا وقد اشار مدير ادارة التنبؤات في المركز الوطني للارصاد الجوية محمد الشامس في نشرة سابقة الاحتمالية ان تؤدي الصحب الرعدية بمناطق جنوب غرب البلاد الى سقوط امطار غزيرة على المناطق الصحروية في ليبيا هذه الصحب طبعا ليش صحب غريبة عازة نتكون في هذه الآونة من السنة مع اختلاف الكفافة ومع اختلاف الكمية هذه الصحب مصدرها من الجنوب الغربي لليبيا ومتوقع ان تعطينا انطار جيدة ربما تصل الى مرتبة الانطار الغزيرة ابتكرت الطالبة الليبية في قسم الهدسة الطبية بالجامعة الالمانية في الاردن رقيا فكرون عصا الكترونية تساعد المكفوفين في المشي واضحت مبتكرة العصا لقناة ليبيا لكل الاحرار ان العصا تصدر تنبيها مسموعا لتحذير مستخدميها من وجود جسم امامه قد يعيق حركته مضيفة ان ابتكار العصا كان مشروعا شخصيا قدمته في مادة السلامة الطبية بالجامعة الالمانية وقد تحصلت على درجة متفاوقة بعد تقييم استاذة المادة بالجامعة هذا وقد اضافت الطالبة الليبية في قسم الهندسة الطبية بالجامعة الالمانية في الاردن رقيا فكرون في نشرة سابقة انها استوحت فكرة ابتكار العصا الالكترونية لمساعدة المكفوفين من حساسات السيارات وحولتها الى اختراع طبي يخفف من معاناة هؤلاء استعمالها بسيط جدا مجرد ما انه يحملها العصا تكون مشبوكة ببطارية عشان تحرك يعني للجهاز اذا اقترب جسم مسافة 30 سنتيمتر او اقل تصدر العصا صوت بحيث ينتبه يعرف ان فيه جسم قريب جنبه يغير الاتجاه اقام فريق المعرض الخيري للكتاب فاعلية بعنوان قراء الحديقة استهدف الطلبة المدارس بمدينة درنة واقام الفريق جولته الاولى في مدرسة المؤمنين بمشاركة عدد من الطالبات حيث وزعت الكتب في حديقة المدرسة للاطلاع عليها وقراءتها كما اقيمت مسابقة ثقافية بين الطالبات وزعت في ختامها مجموعة من الكتب هدايا للطالبات الفائزات يشار الى ان فريق المعرض الخيري للكتاب كان قد اقام عدة انشطة بدرنة وهو يستعد لاطلاق مشروعه الاساسي للكتاب في المدة القادمة هذا كل شيء حتى الساعة ولم يبقى الا تذكير بابرز ما جاء في هذه النشرة اربعة قتلى والثمانية جرحة في اشتباكات مع ما يعرف بتنظيم تولى في منطقتين البغلة وبوغرين والتنظيم يعظم شخصين ويقبض على احد حكماء مدينة سيرت شورى بنغازي يؤكد اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة في منطقة الجوارشة بين قواته وقوات الساعقة بعد محاولتها التقدم يوم امسا وصول الميناء العائم غزة الى موقعه بحقل البوري امس بعد رحلة بحرية طويلة ليحل محل الخزان العائم القديم سلويا النشرة توقعت تكاملت في ختامها شكرا لكم على المتابعة دمتم في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة